اتدار ذلك ربط الاتصال مباشرة دابانيت مع ضيفنا الفنان الجميل والوسيم أحمد شوقي هؤلاء عائلة ديولو مرحبا بك رمضان مبارك كريم عليكم كبير السلام عليكم الحمد لله علينا وعليك لله حانا سيد أسامة أسامة أحسك أخي مرحبا أخي مرحبا أخي اللي دازوا ساعة قبل الفطور اللي دازوا ساعة قبل الفطور على قبلك للا هودا رمضان كريم الله أحمدك هودا ما كتسمعكم شي قطلك رمضان كريم كل ما رمضان كريم كتسمع رمضان كريم عليكم كتسمعه شوية مرحبا رمضان كريم عليكم برافو برافو عليك حمد شوقي ران شاء الله دير باش تكون معلوم ما دين سالي والبرنامج أنجي ونديرو لك واحد الهجوم عندكم تمك والله إلا لم وجهة الطبلة على قبلكم أنا كتس حبيل أتخرجون الكاميرا جيو عني تفترون معي دقي للأسف باقي ممكن لشيء الإمكانية إن شاء الله في المستقبل القريب الله يكبر بيك الدارة الدارة كبيرة شوء قرائم جمعة في طالجة مع الدورة لا شاء الله ما يدركي أدنزا نكونو عندك ما كبر بيكم شكرا شكرا مليكا نشوفو هاد تبارك لله هاد الطبلة الجميلة وهاد اللم الجميلة شنو ما التقوص ديلكم أحمد فرمضان يمكن تقوص دي أي أسرة مغربية كان فيقوص الصباح ضروري من شوية السبور شوية الصلاة دي النار أكيد كان ندخل كزينة أينا مع المراد يالي كان عاونه بعض شوية القراية مع الوليدات السوء التقوص العادي اللي كتكون فرمضان وأكيد شوية الفرحة وبهجة مش كنحاول ما أمكان أنا ندوز وساعة الصيام دي الناتكو مباركة أكيد شوية بزاف دي العبادة شوية دي الرياضة شوية الدين الدنيا والمعاونة وتساهم في الطبلة وفي الشقاء أحمد ونتمنى ولا أنا لأهودة تكون فرميها هدرا يا أمرا فرمضان وسيغط الراجل أما كيف شغل نعمل لما عنده شي الميكرو وما عنده شي سندات والمعين الخبار فراسة هدرا فردة وحدا لخاو وش عملا الله يحفظكم أهلا 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 سحمد أنت هو الرابط بينتنا على ذكر أنا أقول السؤال واخر على ذكر إلى أي حد الاستقرار الأسري كيف يفيد الفنان طبعا أكيد كنظم بالاستقرار الأسري هو يمكن الدافع الأساسي اللي كيخلي الاستمرار يد الفنان لأنك تجيو وحل مرحلة بعد تحقيق الدات بحلي كنتوصل وحل مرحلة الاكتفاء وده تكبر بهم وتقررهم مزيان وتعليب القيمة للأسرة لك فقد نظن الاستقرار الأسري هو أهم عامل في حياة الفنان باش يخليها أنه يكون بعيد شوي على الجانب السلبي ولا المظلم في الحياة الفنية وحل مرحلة كان الاستقرار الأسري كيف سأل هذا الله الحمود كان الاستقرار المائيدي ذيك المائي من قبل وحنا نركز عليها كنزوم على شوية قبل أن نستقبل لكم وحل مرحلة قطرت وحل مرحلة عينك زورة اكتبارك الله مرحلة شوية لك أخي أخي شوف الإيد قصيرة كما يقول كنشوف وكنحشارم الحمد لله ولكن شوف ولكن بلقد أخي لقد أخي دعوذي لقد أخي لا 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 لقد أردت قريبا ولكن السؤال هو شكون وجد لا شنا ووجد سك ها 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 ه ها هو هي طبعاً طبعا هي أنا أبارح بكأن أدخلت من السرavan سبعة صباح أما اعرف أنا كنوته واحدة أغنية أشاء الله رمضانية قريبة خرج هتليوميين مع الفنان العظيم يوسف زين صديق دي علي ومع مهدي أحد الكآن فإن شاء الله هتقريب سواء غد وango بعد غد تخرجوا هتخرجوا هتخليا سأقتل يرائع جميل جدا و سؤالها تعد طريقة نور مدائماً بدخل مع الكوزينا ما هي وجدد توجد كل شيء بريتين أعطيها سؤال كيف تسكت اليوم عرفتها غريبة جثتني أحمد أحمد تعطي سؤال تعطي سؤال سؤال يا أحمد السؤال هودا كيفية شعر الصوت معطل كيفية شعر صوت معطل كيفية عدك هودا إذا أغنيتي تعليممي أنا لم أغنيتش أغنيتي على الصفية لم أغنيتش أغنيتي على الصفية كلي قامنا بقناة الكتاب análات excatnalgive وهو الذي كتب الأغنياء كتبوا لحنا فصيف طالياً أشبت نهاية إذا كنت أصدقوا لها صوفية صوفية فأنت نعرف كلمات يساعدوا كثيراً على وصول الأغنية وفرحنا بها صوفية التي كانت في الدنيا كنا أولاً بنيتها إذا جاءت نسميها صوفية إذا لم يأتي بنيتها إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله لا يفكي على خيط أغنية وصافية إذا ما نحن في رماضة إذا ما شنك تشعل ميشانت هنا لا أبداً بالعكس سلميشا لا لا الخيط البيض الخيط البيض صوفي بركة لنا أحمد من درايم لا نحن في الخيط البيض وشوف أملي جبنا الدراما أو الإنتاجات الدرامية نتكرو شوية على الجينيريك مسلسلات أغاني الجينيريك وش بالنسبة لك أحمد شوقي مهمة لواحد درجة كبيرة ديال بصحف ولو كش بقى محطة عادية يا وصافي يمكن دابا كنظل مبقات شي 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 حاجة مهمة هذي واقلها شي تلت سين والأربع سنين كانت مهم لشني كعاد طوله الجينيريك كان شي حاجة يمكن عنده حد دور إعلاني فأنه نسب قاد تترقب مسلسل يعني كد نزل عقل على الأغنية الفيلم بعد الفيلم قال وباحبك وحشتيني وحبك وانت نغايني أقل على هذه الأغنية مهمة لا يؤدي الأغنية الجينيريك ديال الفيلم نجاح كثير من شنيك عايت طوله كثير من الفيلم حد داته صح الجينيريك كانت عنده واحد وقعة كبيرة دابة يمكن الزخم والكثرة دياله مبقات شي أعطيها نفس القيمة فهمتيني وكذلك أنا من الناس اللي مثلا نحن كنت تفرج في أنا أغلبية كنت تفرج في الإنترنت فهمتيني ما كنت تفرج شي في في التلفازات ودائما كان نظبي وذيك المقدمة كنظم بأن الجينيريك مبقات شي شي حاجة قوية في حل عقل الليلة الحلمية على الملوى البانون صح الجينيريك بحد داته كانوا حل قوة فيها غريبة مدابة كنظم وقلة الكثرة و ما عرفت شي موهم كي شي حاجة مشي يارك الكثرة مصألة صحية لأنها كان بزلت الناس اللي كعتبروا أنه كل ما كثرت الإنتاجات غادي يكون فيها شي حاجة زوينة يعني مهم بديرة خير تخدم الناس سلسلة ديال الفنانين اللي كان في سلسلة ديال ما تنقلو ديال مسلسل هذيك الحلقات اللي ما بينك تجمع ما بين الكاتب وملاحين المغنين مزيانة تشيف الإنتاج والكيصدرات مزيان مين كان نظل هو سقسني على القوة دياله واش بقى عندنا فستأتر لا أنا تفعل غزارة ربما مقاش عندنا فستأتر في حاش حالي أحمد غزارة مزيانة مزيانة تخدمنا شوية سوقت في كورونا انت من الناس اللي خرجتي أعمال في وقت الحجر الصحي في كورونا أغنية جميلة جداً جاوبني لله والناس تفعلوا معها والأجمل هي أنها كانت رسالة شكر للفئة اللي كانت مهمة أكيد للناس اللي كانت صفوهم الأولى صحي الأطباء هذر لنا على هذه التجربة أكيد المنتج ورجل أعمال صاحبي أحمد شاه اللي كيقتن في لندن فكانت واحد بادرة طيبة منه أنه ينتج لهذه الأعمال لأن حقيقة كان محمد رفاعي صحيف طالي سمعتها عجبتني بززاب سمعتنا المرضية لحمقاتها كانت فرصة أننا نعملوا واحد الإهداء ولا يكون بسيط فحق الناس اللي كفحت في الجائحة كورونا وكانت يم مضحية بنفسها وبدارها وولادها من أجل أنهم يغيطوا العوائل فكان عمل بالنسبة لي أنا كحمقني شخصيا كعجبني بززاف من الألحام دي المحمد رفاعي كما قلنا يونس آدم التوزيع دي الغازي حمزة الغازي والإخراج دي الحمزة اللي ملاحي فأنا كنظن هذا من أحسن الأمال ومن خيرة الأمال اللي إصدرتها في الحياة ديالي وفي كارير ديالي لأنها كتوشيني شخصيا شوقي أحمد واش نهدر معامل معامل وغيسيني نهدر وليس سؤال على رمادر واش نسألوا هودا ولا الوليدات الوليدات شوف قبل ما ندوزل قبل ما ندوزل عند الهودا الوليدات وش مكالم لا قياس واش دي مدريفين هكا ما تقوزون عند هودا قولوا لي أمساكن أه لا صاموا اليوم أو ما يموتوا آه برافو برافو كيشو في الطبلك مامممممممم فقط كنت صرحتي بأنه في الأيام القديمة سيتتاجه الدعم الفناني الشباب فين نصل هذا البروجيه؟ قريب إن شاء الله قريب لأن حقيقتنا تشاهدك يخصوه شوية وريقات أنا في صدد إن شاء الله نعمل ليبل اسمه شوكي برود وقريب إن شاء الله أننا نبدأ بمسني وليزارتس علينا ديزارتس ديجا اللي غايكون إن شاء الله مشو على والأفق ديال الساحة الفنية المغربية اللي هتكون انترناشنال اللي أنا بحكم أننا دونس واحد تجربة مع كوينسي جونس مع البردوان بغيت أنا هادك شي كامل نعطيها عودة الجيل المستقبل باش يبقى المسيرة الفنية المغرب دائما نستطيعها في أفق أو في سماء الفن العالمي وكاملين كانت تكلم على السوق الفنية أحمد شوقي واش السوق الفنية كانت أحسن يامت مجموعة بالوما أو أحسن اليوم وعلى حاسب شحالة دي كانوا كنتبعوا وكاسيت وصديات دابا دابا كل شي فورتيال سو اخسلفت الأمور يمكن دابا بالنسبة للفنانين أحسن لأن شحالة دي كانوا المستفيد الأكبر ومالمنتجين لأن كانوا كيشريوا مثلا قولوا باندا أو الألبوم عند الفنان وصافيك يعودوا فيها البيع بالتمن اللي يريدون دابا كل شي مراقبة كنضون في البلاتفورمس موين بلا من إشارات ديالهم وعلى حالة ديالهم يمكن أن يكونوا بلاتفورمس بلاتفورمس يوتيوب وعلى حالة وعلى حالة ديالهم وعلى حالة ديالهم أحسن بكثير أحمد شوقي الله يدومها محبة وإن شاء الله تفرحوا بولداتكم أدم ونهدر تشوفهم كيفما بغيتو للهودات شرفنا بك وطباك الله عليك متألقة قدت تصرفنا بك نطرف المناخرة لهودة لا تحانا بلات تخيق رمضان كريم قل رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم عليكم كاملين الله يحفظك الله يعونك على أحمد شوقي مراني مجاز يجيبوا جوج من الحاجة الله رحمه إن شاء الله إن شاء الله أول مرة الجاية حتى الفاس لأحداك باش سمعنا مزيان وكل شي سمعنا مزيان يا صاحبي شكرا لكم مزيف شوقي رب يخليكم شكرا للكم ومرحبا بكم سالي وأجيو إن شاء الله موعدنا من دابة شوية شكرا مزيف فنان أحمد شوقي كان أحضر معناه وهو العائلة ديالو